زي الأزمات ممكن بتأثر على سيكولوجية الناس يعني مثلا عندك الجيل بتاع التمانينات والتسينات بيقول احنا عدى علينا زلزال وعدى علينا صورات وعدى علينا أمراض خبرات بختهم هنا يا بختهم الحاجات دي بيكون ايه تأثيرها السلبية وتأثيرها الإجابة هقولك احنا بنتكون وقدرتنا على التحمل ومهاراتنا والريسورس بتاعتنا ليه ومهاراتنا الذاتية لو انا ما تعرضتش لتجارب مش هكتسبها يعني تعالى بس بصوا حواليك كده الأشخاص اللي عاشوا حياة كده زي ما بنقولوا عايشين في بابل يعني ما تعرضوش لأزمات ولا تعرضو المشاكل ودائما حد بيعملوهم كل حاجة هتلاقي ناس دي هشة ما بتعرفش تتصرف ما عندهش مهارات التعامل مع الحياة المختلفة بكل تفاصيل فالجانب الإيجابي في الأزمات انك بتتعلم خبرات وده مهم ليه ما هوم يعني شوف مثلا هقولك على حاجة دلوقتي احنا أنا ما بين السبعينات والثمانينات تسعة وسبعين فمريت بالثورة وده كانت بالنسبة لي أنا في جيلي أول مرة أشوف حاجة كانت تعيشة حياة مستقرة تماما وفجأة لقيت الثورة فده كانت بالنسبة لي أول حاجة ميجور اتعرضت له وجوانا كبيرة وأمه وعندي بيته مسؤولة فكانت دي بالنسبة لي حاجة كبيرة دلوقتي لما التاني حاجة كبيرة برضو بالنسبة لي هي فكرة الكورونا فاحنا عملين نقول ايه بقى احنا وحولينا وقريبنا احنا فاكريين لما كنا عملنا في الثورة عملنا كذا وكذا وكذا عادي خبرة يعني الناس مثلا لما جات قالت حظرة جوال ونجري نجيب الحاجات من الماركتس والكلام ده كله حتى احنا قالنا اقول ايه ما هو فاكريين حتى لما ده حصل في الثورة ما عادي ما كنا بننسل ونجيب حاجاتنا ففكرة الازمات على قد ما فيها الجانب السيء العدم الاستقرار والقلق وقضي نفقد بعض احبابنا بشكل او باخر بس هو ربنا ما خلقش كل حاجة فيها حلوة في المطلق او احشى في المطلق الجانب الحلو فيها انك بيبقى عندك خبرات